اشتركوا في القناة إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بهم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي له فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يأمر عباده بالتقوى فيقول تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة بلغ الرسالة نصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم جزه خير مجزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته أما بعد أحبتي في الله كيف نتوكل على الله كما يحب ربنا ويرضى إزاي نتوكل على الله كيف نحقق ثمرات التوكل أولا ما معنى التوكل التوكل في لغة العرب معناه الاعتماد على الغير أن يعتمد أحد على غيره يعني لما تروح لمحامي تقوله أن عملت لك توكيل في القضية الفلانية يعني اعتمدت عليك بعد الله تبارك وتعالى في حل هذه القضية وفي حل هذه المشكلة لما تكون مسافر وتعمل زوجتك توكيل تتصرف في أملاكك وانت مش موجود يبقى أنت اعتمدت عليها بعد الله تبارك وتعالى في تصريف أحوالك وشؤونك وأنت في حال سفرك فالتوكل هو الاعتماد على الغير أن يوكل أحد أحدا أن يعتمد أحد على أحد أما شرعا قال أهل العلم التوكل هو صدق القلب في الاعتماد على الله تبارك وتعالى وحده في جلب المنافع ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة مع الأخذ بالأسباب يعني أن يصدق هذا القلب في الاعتماد على الله تبارك وتعالى وحده ألا يتوكل إلا على الله أن يظن أن الله تبارك وتعالى والظن هنا بمعنى اليقين أن يظن وأن يوقن أن الله تبارك وتعالى وحده والقادر على جلب النفع ودفع الضر من منافع ومضار الدنيا والآخرة مع الأخذ بالأسباب وهنا للأسباب مع التوكل علاقة في نقطتين اثنين النقطة الأولى لا بد مع التوكل على الله من الأخذ بالأسباب المادية لأن ترك التوكل يطعن في الإيمان الذي يترك التوكل ولا يعتمد على الله تبارك وتعالى بقلبه هذا طعن في إيمانه إيمانه ناقص والذي يترك الأسباب المادية التي خلق الله تبارك وتعالى تؤدي إلى ما يريد العبد من النفع جلب النفع ودفع الضر هذا يطعن في عقله فليس معقولا أن يجلس الإنسان في بيته لينتظر رزقا أو أن لا يذهب إلى الطبيب ليأخذ دواء ويريد الشفاء لا بد أن يأخذ بالأسباب المادية التي خلقا الله تبارك وتعالى قال ابن عباس كان أهل اليمن يحجون ويلا يتزودون أهل اليمن يخرجون إلى حج بيت الله الحرام اللهم ارزقوا الحج والعمرة يخرجون إلى حج بيت الله الحرام دون أن يأخذوا ما يكفيهم من الزاد من الطعام والشراب مدة سفره لا يأخذوا أكل ولا يأخذوا شرب ولا يأخذوا حاجة معهم تكفيهم السفر من اليمن إلى بيت الله الحرام ويقولون نحن المتوكلون يا جماعة ما خدتوش زاد ليه ما خدتوش طعام ما خدتوش شراب ما خدتوش أموال ما خدتوش معاكم حاجة ليه تكفيكم في هذا الطريق الطويل قالوا نحن المتوكلون لا نحن نعتمد على الله تبارك وتعالى في توفير من وريد أن يرزقنا الله تبارك وتعالى من وريد من الزاد فإذا قدموا مكة حينما يصلوا إلى مكة سألوا الناس يتسولون ويسألون الناس الطعام والشراب والزاد وهذا لا يليق بمؤمن وقد أوقعوا أنفسهم في حرج بالغ لعدم فهمهم لحقيقة التوكل فالتوكل على الله تبارك وتعالى لا بد معه من الأخذ بالأسباب المادية التي خلقا الله تبارك وتعالى فهي من سنة الله تبارك وتعالى في هذا الكون كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس أي سألوا الناس الطعام والشراب فأنزل الله تبارك وتعالى قولها اسمع وتزودوا أي خذوا ما يكفيكم من الزاد من الطعام والشراب مدة سفاركم فإن خير الزاد التقوى انتبه الآية دي بتتكلم عن نوعين من الأسباب معظمنا أو جلنا يأخذ بالنوع الأول ويترك النوع الثاني مع أنه الأنفع بنص الآية الآية تكلم عن نوعين من الأسباب النوع الأول والسبب المادي وتزودوا خذوا ما يكفيكم من الطعام والشراب مدة سفاركم فإن خير الزاد التقوى تتكلم عن السبب الإيماني فإن خير ما تتزودون به لدنياكم وأخراكم وتجلبون به لكم النفع في الدنيا والآخرة التقوى إحنا بناخد بالأسباب المادية وبننسى الأسباب الإيمانية خذ على ذلك أمثلة خذ على ذلك أمثلة رجل يريد الذرية يريد أن يرزقها الولد حد ما بيخلفش يريد من الله تبارك وتعالى أن يمن عليه بالولد بالذرية الصالحة اللهم أعطي كل المحرومين يا رب العالمين طيب المفروض بيعمل إيه؟ عندنا نوعين من الأسباب سبب مادي وسبب إيماني السبب المادي يذهب إلى الطبيب يعمل فحوصات تحاليل أشعة يروح لدكتور واثنين وثلاثة يأخذ الدواء يتبع تعليمات الطبيب لحد ما ربنا يكرمه ده السبب المادي إحنا شطار في ده بناخد بالأسباب المادي كويس جدا 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 كلنا شطار وبنحاول بدل المرة عشرة وبناخد بالأسباب المادي ولكن بننسى الأسباب الإيمانية أين الاستغفار؟ قال العزيز الغفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارة كده بس؟ لا ويمددكم بأموال مش بمال مش بصنف واحد من المال بجميع صنوف المال بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارة إحنا بناخد بالأسباب المادية ونطعط الدواء بنعمل اللي الدكتور بيقول عليه وزيادة كمان وبننسى ناخد بالأسباب الإيمانية وهي الأنفع نعم السلام عليكم وعليكم السلام عليكم يا أهلاً وسهلاً معكم أم تسبيح لو سمحت قايا عندي سؤال فضل يا أم تسبيح أنا حماية وففة قبل رمضان بيوم نعم حماية ولد زوجي توفى قبل رمضان بيوم أسوى الله تبارك تعني ما يرحمه وموات المسلمين رحمة وسعة هو توفى الله يبكرونا ففي سؤالين هل هو مثلاً شهيد سؤال التاني أنا أرى له قرآن وبستغفره يعني وفيها دعية معلاله ففينا أسألت إنه لا مش هيتقبل مني عشان أنا مش بنته أو مش ابنه يعني فعايز أسأل هل الدعاء ده يعني هيتقبل مني أو مثلاً لو أنا عملت له ورد كل يوم برضا هيتقبل أو لو كان عليه صلوات ما هو مصله رشي فأنا أقدمه عليه وجزاك الله عم كل خير الله يبارك فيك يا ربنا يحفظك ويبارك فيك الأخت أم تسبيح بتقول إن حماها رحمة الله عليها توفى قبل أن نظام بكورونا تسأل هل هو في حكم الشهيد أرجو من الله تبارك تعالى أن يبلغه منازل الشهداء واسمعي إلى هذه البشرة التي جاءت في الحديث الذي رواه البخاري في الصحيحة عن عائشة رضي الله عنها قال سألت النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم عن الطعون فأخبرها أنه كان عذاباً يبعثه الله على من يشاء الطعون اللي هو الوباء أو المرض الفتاك العام يعني اللي يصيب الناس كان عذاباً يبعثه الله على من يشاء من عباده اسمعوا فجعله الله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع في الطعون أو في أي وباء قاتل يعني منتشر بين الناس فيمكث في بلدي صابراً محتسباً يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب له اسمعي أم تسبيح إلا كان له مثل أجر الشهيد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغه هو وكل من مات بهذا الوباء منازل الشهداء السؤال الثاني الصلاة لا يجوز لأحد أن يقضيها عن أحد لا يجوز لأحد أن يقضيها عن أحد بعد موته فالصلاة لا تقضى أما الذكر والاستغفار والدعاء مش شرط تكون ابنته أو ولد صالح يدعو له مش شرط يكون ابن مباشر في الناس ابنه ابنه يعني أو تكون بنته تقبل من أي أحد لو مسلم في أمريكا وعرفه ودعاله تقبل يقبل الدعاء لو تصدق عنه مسلم في اليابان ما يعرفوش تصدق عنه تخبر الصدقة فلس شرطاً أن يكون ابنه أو بنته المباشرة أو المباشر نكمل كنا نتكلم عن قضية التوكل نتكلم عن علاقة التوكل بالأسباب فإحنا بيقول إن إحنا بناخد بالأسباب المادية شطر قوي ما شاء الله والنوع الثاني الأهم والأنفع والأعظم أثراً في الأسباب نتركه ونهمله وهي الأسباب الإيمانية تريد الذرية عليك بالاستغفار مع الأسباب المادية طيب تريد وظيفة تريد مكانة في المجتمع أين أنت من الدعاء انظر إلى سليمان عليه السلام كيف حصل على الملك الذي كان فيه والذي لا ينبغي لأحد من بعده قال رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب بالدعاء فقط بالبساطة دي يطأ خارق السماوات والأرض رب السماوات والأرض الذي له ملك السماوات والأرض والذي أخبرنا بالذلك لا تستصعب شيئاً على الله الله تبارك وتعالى ليس عنده مستحيل لأن الله على كل شيء قدير نعم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحضرتك بخير يا أهلاً وسهلاً عايز أسألك بس على سواء الأشياء صدّالي أنا حلمتي قبل ما وقوموا في الساعة 13 نعم حلمت رؤية أي قبل الساعة 3 أيوة يعني بكوران المتاج حلمت برؤية إن أنا حلمت عندي 3 ثلاثة سود ثلاثة سود يعني آه ثلاثة ثلاثة سود ثلاث إيه؟ أسدات يعني عندي ثلاثة ثلاثة سود يا شيخ. دايما احلم ان انا بتابويا عندهم فرح. دايما. سوى في نهار او في الليل يعني على مدى شهر رمضان كله. احلم ان في ايش فرح عندي بتابويا. فرح فرح فرح. ايو فرح يعني زغريت وحد مروح عنده الحاجل ذاك دهوات. قالوا الوحل لو شفت منام في الفرح يعني يب حذيك ان هو ايضا ميتا. فانا اعزا سأل على ان اوضف دهواتي. وفيه كمان رؤية تانية شفتها ان ربنا مديني الحسن والحسين. واهلي كمان مرضينش يجذروني فانا برضا اعزا اني مثلا فيه كده هواتي او شهر. جلتك الله خيرا يا شيء. ربنا يباريك فيك واحفاظك. الله يباريك فيك. طيب بس يعني الاحترام للتخصص. اناعتقد اني في برنامج خاص بتأويل الرا والاحلام على القناة. حذرك تابعي القناة. شوف الموعيده واتصل بهم ويجيبونك ان شاء الله تبارك وتعالى. فاحنا يا احباب بناخد بالسبب المادي كويس جدا. وبنهمل السبب اليماني معناه الانفة. وذكرنا آنفا منذ قليل قصة سليمين عليه السلام. بما حصل على الملك الذي كان فيه. هذا الملك العظيم. بالدعاء رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. انك انت الوهاب. بدعوة نعم لا تستصب على الله تبارك وتعالى شيئا. ولا يعني الله تبارك وتعالى ليس عنده مستحيل. فالله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. فالآية تتحدث عن نوعين من الأسباب. تتحدث عن الأسباب المادية والأسباب الإيمانية. وتزود أمر بالأخذ بالسبب المادي. فإن خير الزاد التقوى أمر أن نأخذ بالأسباب الإيمانية وهي الأنفع والأعظم أثرا في الدنيا والآخرة. لأن الله قال وتزود فإن خير الزاد التقوى. إنسان لا ينجئ أيضا. أين هو من دعاء زكريا عليه السلام؟ رب لا تذرني فردا وأنت خير الورثين. آه بروح للدكتور آه. بعمل تحاليل وأشعع وفحوصات آه كويس. لكن أين السبب الإيماني؟ فأنت يا حبيبي في الله ويا أختي في الله. لما تكون عايز تعمل حاجة تأخذ بالسبب المادي والسبب الإيماني في وقت واحد. في الشفاء من المرض. أسأل الله تبارك تعالى أن يشفي مرض المسلمين. أيوب عليه السلام. بما شفاه الله تبارك وتعالى. شفاه بالدعاء. وأيوب إذنذا رباه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له. فكشفنا ما به من ضر. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. اسمع لأن هذه تخصك. دي رسالة من ربنا الكل مؤمن. فاستجبنا له. فكشفنا ما به من ضر. وآتيناه أهله ومثلهم معهم. رحمة من عندنا. اسمع. وذكرى للعابدين. ليعلم أهل الإيمان من العابدين لله تبارك وتعالى في كل زمان ومكان. أن عاقبة الصبر وعاقبة الدعاء وعاقبة التعلق بالله هي الفرج والمخرج والراحة في الدنيا والآخرة. بتروح للدكتور بتأخذ الدوان. ربنا يشفيك. طيب فين السبب الإيماني. أنت أخذت بالسبب المادي. أين السبب الإيماني. أين الاستغفار. أين الدعاء. أين التسبيح. أين البكاء بين يد الله تبارك وتعالى. أين لا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا أتحدث عن الأخذ بالأسباب المادية والإيمانية. أعود فأقول. الأمر الثاني من علاقة التوكل بالأسباب. أن الأسباب لا تنفع بحد ذاتها ولا تضر. الأسباب بحد ذاتها لا تنفع ولا تضر. ولازم نفهم القضية كويس جدا. القضية دية. لأن القضية دية بينتحر بسببها آلاف مؤلف من البشر. وبيدخل في اكتئاب وفي وساوس وأمراض نفسية ملايين من البشر بسبب عدم إدراكهم لهذا الأمر. وهو أن الأسباب لا تنفع بحد ذاتها ولا تضر. بل إن النفع والضر يكون بإذن مسبب الأسباب. يعني ممكن تأخذ بالأسباب أنت بالدور على شغله ما تلاقيش. بالأسباب المادية والإيمانية أيضا. ممكن تأخذ بالأسباب المادية والإيمانية في شفاء مرض ولا يأتيك الشفاء. ممكن تأخذ بالأسباب المادية والإيمانية وأنت تريد الذرية ولا ترزق الذرية. ممكن تأخذ بالأسباب الإيمانية والمادية وإنت عايز تسافر وما تسافرش. ما السبب؟ ما السر؟ السر أن الأسباب بل مادية والإيمانية لا تنفع بحد ذاتها بل تنفع بإذن مسبب الأسباب يعني بشرة لما تأخذ بالأسباب المادية والأسباب الإيمانية ولا يأتيك الفرج ولا يتحقق لك ما يريد فاعلم أنك على موعد مع تدخل إلهي عظيم ينجيك مما أنت فيه والأمثلة على ذلك في القرآن عظيم في قصة مريم مريم أجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسية يا ليتني ميت ولم أكن شيئا أذكر كيف سأواجه قومي بهذا المولود الجديد كيف سأدافع عن نفسي عند ذلك عند عجز الأسباب ودخول الإنسان في الكرب واشتداد الكرب عليه يقول الله فناداها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية وَلَنَا مَعَ هَذِهِ الْآيَةِ وَقْفَةَ من معنا؟ حسين السلام عليكم السلام عليكم أهلا يا أستاذ حسيني كيف حالك؟ دلوفتي أنا معي مبلغ مثلا تم حالين سنة حول تم سنة؟ آه تم سنة فالفلوس اللي هي الفلوس بس يعني مبلغ مش كتير فأعني اللي أقول ما تم الحول عليها مثلا الألف مثلا نقل عليه كام مثلا نظر ما تم عليه سنة طيب بص يا أستاذ حسين صل على النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام المبلغ لابد يصل إلى النصاب الشرعي اللي هو بيساوي 85 جرام دهب لو المبلغ اللي معاك بيساوي 85 جرام دهب وحال عليه الحاول ومر عليه العام ستخرج عنه الزكاة الزكاة ربع العشر يعني الألف عليه 25 جنيه بس تأكد من بلوغ النصاب المبلغ في مجموع يكون يساوي 85 جرام دهب بلغ هذا النصاب الشرعي أخرج عن كل ألف 25 والله أعلم أعود فيقول يقول الله تبارك وتعالى لمريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيه في هذه الآية سر عجيب وهو بخلاف ما يظنه الكثير من الناس كثير من الناس المعلمون والأباء والمدرسون والناصحون والدعاء يقولون خذوا بالأسباب لماذا؟ لقد أخذت مريم عليها السلام بالأسباب و هي في شدة الضعف أمره الله تبارك وتعالى أن تأخذ بالأسباب و حين تتأمل هذه الآية و هذا الأمر الإلهي تجد أن الرسالة فيه أعمق بكثير مما نظن الرسالة في هذه الآية ليست خذ بالأسباب في أشد حالتكم ضعفا أد ما عليكم في أشد حالتكم ضعفا هذه ليست الرسالة التي يريد الله تبارك وتعالى والله أعلم بمراضه إيصى لها لنا من خلال هذا الأمر ليه بأه؟ وهزي إليك بجذع النخلة فيها ثلاث أشياء مخالفة للعقل يعني هذا لا يصلح أن يكون سببا مديا يأمر أحد به أحدا وهزي إليك أول حاجة السبب لم يخطر على بله هذا الأول الثاني يعلم الله تبارك وتعالى أن مريم لا تقوى على الأخذ به سأشرح لك الأين كيف الأمر الثالث طريقة الأخذ به كما أمر الله تخالف العقل والمنط أول حاجة ما كانتش تعرف السبب فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق لها السبب أو هو الذي دلها على السبب مباشرة وهزي إليك بجذع النخلة الأمر الثاني يعلم الله تبارك وتعالى أن مريم علي السلام لا تقوى على الأخذ بهذا السبب لو جبت واحد بادي بيلدين كده بتوعه كمال الأكسام وقلت له يهز شجرة من جزعها مش هيقدر أم جنة السلام عليكم يا أم جنة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا أم جنة أم جنة أم جنة أحسب المدة المعتادة بتاعتك يعني الدورة الشهرية مثلا بتقعد معاك عشر تيام سبع تيام انتهت دي المدة انتهت المدة دي خلاص يعني اغتسلي اغتسلي وتوضائلي كل صلاة نكمل في أمر الله تبارك تعالى مريم عليه السلام وهزي إليك بجذع النخلة فيه ثلاث حاجات بتخلف العقل والمنطق في الآية دي لهي تعالى من السبب ولا تقدر تاخد به ولا هو سبب منطقي ولا طريقة الأخذ بمنطقية إحنا وإحنا أطفال في قريتنا في بلدنا ونحن نصعد إلى شجرة التول لم يكن مقبولا عندنا كأطفال أن يقوم أحدنا بهز الشجرة من جذعها لماذا؟ لأن الجذع أقوى مكان في الشجرة كيف تهز الشجرة من جذعها؟ إذن كيف يأمر الله تبارك تعالى مريم أن تهز شجرة من جذعها وهي امرأة ضعيفة وأضيف إلى ضعفها بسبب الحامل ضعفها بسبب المخاض والولادة كيف يأمر الله تبارك تعالى أن تهز شجرة من جذعها فالأمر فيه ثلاث حاجات بتخلف العقل البشري ما ينفعش يكون سبب هذا لا يصلح أن يكون سببا يأمر أحد به أحدا أبدا ولا يمكن لعاقل أن يقبل هذه الأسباب لو أنا جيت على طفل صغير كده وهو قاعد عند الشجرة قلت لهز الشجرة دي من جذعها سيتهموني في عقلي والله سيدرك هذا الطفل بطفولاته أن في عقل شيء لأن الطفل أيضا حتى الطفل يعلم أن الشجرة لا يمكن أن تهز من أقوى مكان فيها بل كنا نصعد على الشجرة لنهزها من فروعها من أضعف مكان فيها لتسقط علينا ثمرها يبقى الرسالة اللي في الآية دية مش كده خالص ماذا ما احنا فاهمين الرسالة هي يا عباد الله لا تيأسوا إن وقعتوا في الكر وإن حاطت بكم البلاية والمحن من كل جال ولم تستطيعوا أن تدفعوا عن أنفسكم ضرا ولا تجلبوا لأنفسكم نفعا لا تيأسوا فإن الله تبارك وتعالى له وقت يتدخل فيه لينقذ وليغيث فيه عباده المتوكلين عليه سبحانه وتعالى فرحة السلام عليكم وعليكم السلام أستاذة فرحة وعليكم السلام تفضلي سألي أسمعك لو سمحت ذكات الزطر ممكن أخطها بسندوق يعني في الجامعة ولا آه لا أعطيها للفقراء أفضل أعطيها للفقراء أما إذا كان أصدق أن المسجد بيأخذ الزكوات دية وهو بيخرجها بنفسه بمعرفته بمعرفة إدارة المسجد والعاملين في المسجد ما فيش مشكلة وديها إذا كنت بتقول أن أنت تتبرع بها للمسجد لا أعطيها للفقراء والمحتاجين والله أهل أيضا في قصة أيوب عليه السلام يقول الله تبارك وتعالى آمرا أيوب الذي ما كث في البلاء سنين طويلة 18 سنة 18 سنة عفل البلاء لا بيتحرك ولا بيروح ولا بيجأ حتى ما كانش بيروح الخلاء إلا بمساعدة زوجتي الصالعة الوفية يأمره الله أمرا غريبا يقول له أركض برجلك هذا مغتسر بارد وشرار برضو كان ناس تقول الآيادية تقول لك لا أخذ بالأسباب سيدنا أيوب أخذ بالأسباب يا جماعة الرسالة أيضا في هذه الآية كان رسالة في الآية في سورة مريم ليست خذ بالأسباب لأنه لا يستطيع أن يأخذ بالأسباب أصلا أيوب عليه السلام لا يستطيع أن يأخذ بالسبب ليس في حالة تسمع له أن يأخذ بالأسباب المادية أركض برجلك طيب السبب ما يعرفوش وما هو السبب منطقي يعني لو واحد تعبان هقول له إيه هقول له روح لطبيب كويس ما عجبكش روح شوف بروفيسور أو دكتور في الجامعة في التخصص ده روح له اسأل على دكتور كويس اعمل خد أي نوع من الدواء يكون أفضل دواء مستورت حاجات مندي من الأفكار اللي بتقال في هذا الاتجاهي يعني ولكن رجل مريض لا يخرج إيه إلى الخلاء إلا بمساعدة زوجتي كيف يأمره الله تبارك وتعالى أن يضرب الأرض بقدمه؟ لو واحد صحيح قوي ما يقدرش يعمل ليه؟ هيقولك عم رجلة الكسر اضرب يعمل الأرض برجلك لا يعمل أنت مجنون رجلة الكسر ده لا يحصل فعلا طيب يبقى السبب غير معلوم كما في الموقف في سورة مريم ثانيا لا يقدر أيبه على الأخذ به لأنه لو ضرب الأرض معتمدا على قوة قدمه ستنكسر قدمه من صلابة الأرض ثالثا طريقة الأخذ به لا تعقل أم محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم محمد لا بفضلة الشيخ أنا هنا أربع أفراد أيها أنا أربع أفراد أنا واحد بس ولكن لازم أطلعه على أربع أفراد دول أنت أربعة؟ أربعة دولة أولادك؟ أي لا أنا الغزة وأولاد الاثنين لا زوجك يطلع عليكم كلكم بقى أيها بقوله نطلعه على الصرط واحد بس يعني الجزة أقتيلي واحد بس ولا أقتيه مثلا الناس يعني بقوله واحد مثلا أي لا بص لأم الشرط بقى يعني أنا معايا زكاة زكاة مال زكاة الفطر ممكن أديها لشخص واحد لو محتاج ممكن أديها لشخصين ممكن أقسمها على ثلاث أقسمها على أربعة مفيش مشكلة كما تحبين يعني لو أنت شايف أن الشخص ده محتاج أكتر من أي حد ممكن تديله الزكاة كلها ما في مشكلة يعني إن شاء الله ربنا تقبل منك يا أم فرحة يا أم محمد نكمل كذلك في قصة أيوب عليه السلام الأمر مخالف للعقل مش مقبول عقلا فالرسالة أيضا يا عباد الله يا من أضناكم البلاء وأتعبتكم المحن وقعتم في الكرب وأخذتم بالأسباب الإيمانية والمدية ولم تجدوا نفعا ولم تدفعوا ضرا لا تيأسوا فإن لله وقتا يتدخل فيه بفرجه ونصره وإغاثته لكم لا تيأسوا من روح الله أبدا مهما حدث وأيضا في قصة أيوب برضو عايزة أتكلم على حاجة مهمة كنا تكلمنا عليه في بداية الحلقة نفع الأسباب الإيمانية دي الطريقة اللي حصل بها الفرج لأيوب عليه السلام ولكن كيف جاء الفرج لأيوب عليه السلام جاء بالدعاء بقوله رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين لما تجمع الموقف ده في سورة الأنبياء مع الموقف ده في سورة صاتفهم إيه لما تقع في بلاء أو تحتاج حاجة أو تاخد بالأسباب وما تجيش اضعي ربنا وما تفكرش هتزجي هتجي إزاي لا تفكر كيف ستأتي ما فيش عاقل في زمان أيوب عليه السلام كان يتصور أن الفرج هيجي له بالشكل ده أو أن الشفاء هيكون في ميا ناتجة عن ضربه للأرض بقدمه هتطلع ميا يشرب منها ليذهب اللهم في بطنه من البلاء و تديخرج ماء من عين أخرى ليغتسل منه فيذهب الله تبارك وتعالى ما بجسده من البلاء ما كانتش يعرف ربنا هيش فيه إزاي ما كانتش يعرف الطريقة اللي هي جبال فرج فتنما تقع في مشكلة تأخذ بالأسباب الإيمانية والمادية وما تلاقيش نتيجة ما تيقاس ما تقولش ربنا نسيك حاشة وكلا لا يمكن ومستحيل وما كان ربك نسيك لا يضل ربي ولا ينسى واعلم أنك على موعد مع تدخل إلهي ينتشي لك الله تبارك وتعالى مما أنت فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ عبدو أستاذ عبدو أستاذ عبدو أستاذ عبدو أستاذ عبدو أستاذ عبدو يا أهلا وسهلا كل عامل أنت بخير وأنت بخير المولانا أستاذ عبدو الله يحفظك ويبارك فيك تفضل أسمعك أعجب علي تفضل معايا زوجتي وحدة يوم 17 سنوات النساء تسعة طوال المفروض تأخذ وقت أعدي إيه عشان تقدر تصوم مدة النفاس المعتادة 40 يوم ولكن إذا انقطع دم النفاس قبل ذلك الوقت تغتسل وتتطهر وتصوم وتصلي يعني فيه واحدة ممكن النفاس يقعد معها 26 يوم بس واحدة يقعد معها نفاس 30 يوم واحدة يقعد 35 يوم ممكن واحدة يقعد معها 40 يوم فالمدة المعتادة للنفاس أخي الحبيب بتكون 40 يوم طيب إنقطع دم النفاس قبل حلول هذا الأجل وقبل الوصول إلى 40 يوما تغتسل عنده تتطهر وتغتسل وتصلي وتصوم والله أعلم تماماً يا مولان السؤال الثاني بقى إيه حظن الشغل في الجمعيات بتاعت القروض الجمعيات بتاعت القروض آه يعني يعني أنا مش عادي أذكر أسماء ولا يريد أن أذكر أسماء لا ما تذكرش أسماء أنت أقول لي بس دلوقتي طب أنت بتأخذ منهم القرد قردة حسناً أو القرد بفايدة لا أنا أشتغل معهم القرد بفايدة يعني هي بفايدة يعني الجمعية دي شغلها هي بتقرض الناس وإنت في وظيفة هناك عايز تروح تشتغل معهم صح؟ بالضبط كده والقرد بفايدة مش كده لا لا تذهب إياك أن تذهب هذا شؤم كبير فإذن النفع لا يقع الجلب النفعي ودفع الضر لا يتحققان إلا بمجرد الأخذ بالأسباب بل يتحقق ذلك يتحقق النفع ويندفع الضر بإذن مسبب الأسباب تبارك وتعالى لذلك أمرنا الله تبارك وتعالى بالتوكل في غير ممرة من كتاب يقول الله تبارك وتعالى اسمع بالله عليك فالله يكلمك حين تسمع القرآن أنت تسمع الله تبارك وتعالى يكلمك أن اسمع أليس الله بكاف عبده ألا يكفيك الله ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما ليس له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر إن أراد الله تبارك وتعالى بضراً أو كرباً أو ما شابه ذلك هل هن كاشفات ضره هل يستطيع أحد أن يكشف عني هذا الضر إن أرادني الله تبارك وتعالى بضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته لو أراد الله تبارك وتعالى لي رزقاً أو خيراً أو فرجاً أو مكانة أو سفراً أو مالاً أو مكانة في المجتمع هل يستطيع أحد من المخلوقين مهما بلغ من القوة أن يمسكها وأن يبعدها عني كلا والله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يقول الله في سورة الإسراء قال لبني إسرائيل قال لا تتخذوا من دوني وكيلة سبحان الله أمره والله مخالف للعقل الغني وصاحب المنصب من أهل الدنيا يهربوا من الناس ما فيش واحد صاحب منصب أو صاحب مال أو صاحب شركة أو وجاهة في المجتمع أو وزير أو مسؤول أو أو بيقول للناس لما تحتاجوا حاجة يطلع على الناس كده وقول لما تحتاجوا حاجة اللي عايزني يجيلي وأي حاجة أنا هعمل لكم أي حاجة بالعكس العكس اللي بيحصل يهربوا هؤلاء أصحاب المكان والمقامات العالية في الدنيا يهربون من الناس لألا يخدموا أحدا ولألا يفعلوا لأحد شيئا بيأخذ زينب السلام عليكم السلام عليكم يا أستاذ زينب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أي عامل يا شيخ كل ساعة كل عام أنت بخير وحضرتك بخير زينب وهذا يعني اسمه زوجتي ربنا يبارك يا شيخ فبالطبع اسمي غالة علي يعني لا يخليك الله يبارك فيك يا أستاذ زينب تفضلي أسمعك لو تمحت يا شيخ أنا أقعدت 18 رمضان بس الحملة كان صغير يعني حوالي 5 سنة يوم أي والدم انقطع أنا رجعت أصل ثم هال صلاتي وصيامي مقبولين إن شاء الله ولا إيه نعم مقبولتان مقبولان إن شاء الله طالما انقطعت دمه وتطهرت وغتسلت فلا حرج آه ما فيش حاجة مقبول إن شاء الله ماشي يا أستاذ زينب أقول قال الله تبارك تعالى أيضا في سورة يهود ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون هنا وقف عند هذه الآية سبحان الله في كل الآيات التي يتكلم فيها الله تبارك وتعالى عن التوكل لابد أن يتكلم عن نفس لذلك ابن القيم يقول أن السلف كانوا يسمون التوكل المعرفة بالمعرفة كانوا يسموا التوكل ده بالمعرفة لماذا؟ لأنك لن تتوكل على الله إلا إذا عرفت أديك مثال لما أقول لك تعالى يا فلان يلي عايز مصلحنا المصالح نروح لفلان ده هيخلص لنا المشوار ده أنت وانت ماشي في الطريق شعورك عادي وانت رايح ما أنتش عارف هتتحقق المصلحة أم لا ولكن وانا ماشي في الطريق أقول لك يا فلان خلي بالك اللي إحنا رحله ده ده رجل منصب كذا ومسي كذا وليع لقد بكذا ويعرف كذا يشتد أو تشتد ثقتك في هذا الذي ستذهب إليه ولله المثل الأعلى فكذلك لن تتوكل على الله حق التوكل حتى تعرفه فالله يقول ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل على يعني الذي تعبده والذي تتوكل عليه إليه يرجع الأمر كله له غيب السماوات والأرض فاطمئن وأعطاك الله تبارك وتعالى نموذجا كاملا في سورة يوسف إلى يدي فأوخر سورة هو بعدها على طول سورة يوسف أعطاك الله تبارك وتعالى فيها نموذجا كاملا يشرح فيه لك نتائج التوكل عليه في الدنيا والآخرة لما قال يعقوب عليه السلام وعليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون رد الله تبارك وتعالى عليه أبنائه الثلاثة وكتب له أن يلتقي بيوسف عليه السلام ولده الحبيب الذي بيضت عينه من الحزن على فراقه وعن بعده عنه لمدة طويلة بسبب يتوكله على الله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون فالله الذي تتوكل عليه له غيب السماوات والأرض إليه يرجع الأمر كله قال تعالى في سورة النساء ولله ما في السماوات وما في الأرض وكثى بالله وكيلا طب أنت عايز بعد كده إيه اللي بتتوكل عليه بإيده كل حاجة من الأمر المحير للعقل والذي أستغرقه جدا أن تجد الإنسان مهموما محزونا مكروبا ولم يجرب أن يدعوه ولم يقم من الليل يسأل ربه تبارك وتعالى ولا يحسن التوكل على الله ويكثر من الشكوى لخلق الله وإذا شكوت إلى بني آدم حاجة فإنما تشكو من يرحم لمن لا يرحم لن يرحمك الإنسان ولن يستطيع أن يفعل ذلك شيء فقط توكر على الله سبحانه وتعالى أعود فيقول كل الآيات التي تتكلم عن التوكل في القرآن لابد أن تجد فيها علما عن الله فعلى سبيل المثال مثلا في سورة المزامر يقول الله تبارك وتعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلاه فاتخذه وكيلا فاتخذه وكيلا يعني أن الذي ستتوكل عليه رب المشرق والمغرب الذي لا إله إلاه فاتخذ هذا الإله العظيم الذي له الذي هو رب المشرق والمغرب وما بينهما اتخذ وكيلا اعتمد عليه في كل أمورك خذ بالأسباب المادية والإيمانية وتوكل عليه فهذا عمل القلب والأخذ بالأسباب المادية عمل الجوارح كما قال شيخنا الشعروي رحمه الله الجوارح تعمل والقلوب تتوكل فكل الآيات التي تتكلم عن التوكل في القرآن لابد أن تجد فيها علما عن الله لأنك لن تحسن التوكل على الله إلا إذا عرفتها حق المعرفة وانظر إلى قصة من قصص المتوكلين محمد السلام عليكم يا أستاذ محمد السلام ورحمة الله وبركاته كل عام أنت بخير قل سنة وانت دايب يا شيخ معنا قضية يعني المتاحة كان لها أربع سنين نعم تفضل أو حزيري في داية يعني كل الحكاية كان معنا شوية أرض وانا كنت في السادقة مش سمعك يا أستاذ محمد نعم كنت في السعودية بقالي فترة كبيرة أيو كنت في السعودية بقالك فترة كبيرة وانا كنت في السعودية وتشتري وانا كنت كتبتها باسمها عي آه وافترت عليها في البيت شوية كده يعني سلطوها الديران يعني أملنا نفينا يعني كده هو وقالوها لمت كل حدا وقالتها وقالتها سؤال يا أستاذ محمد يعني أنت دلوقتي كنت شغال في السعودية دي السعودية فترة كبيرة ربنا كان بيرزوك أماري كلها في هذا دائم وقيت لي لو كنت راضي معك دي زوجتك صح؟ بس لفت مني عدة إيمان كبيرة جدًا دي زوجتك اللي عملت كده؟ أيوة هي زوجت أيوة أخذت الأموال لنفسيها يعني آه أخذت الأموال لنفسها والأرض اللي أنا شاريها من عرج جبيني فتابتها باسمها من دول من نزري وعلى سالة هنقول لها يا أما ديت هنقول لها دهبك وانا وفلسنا وانا ودي ده اللي بتخذت بعدها ومشرت بي وبيتها لها أربع سنواتي النهار أم وأنا متشردين لعالم الشهر ده وأنا متشردين وهي متشردين وما قادريش أروحها من الفتن وأهل السوق فزلفت مني عدة إيمان كثيرة جدًا يا شيئك الله كيف الإيمان دي حلها معاها وأحنا أيمان طلاق ولا قسم عادي؟ أيمان طلاق وأيمان زلفت مني كثيرة مشكلة طيب بص بقى يا أستاذ محمد الفتوى دي ما ينفعش تبع الهوى كده أنت أخذ الرقم للكنترول لأن أنا محتاجة حق معاك في كل يمين حلفته هل ده طلاق؟ يقع طلاق أم لا؟ خلاص؟ ماشي؟ ماشي كنا نتكلم عن أن الآيات التي يأمر الله تبارك تعالى فيها بالتوكل لا بد أن تجد فيها علما عن الله تبارك وتعالى وانظر إلى قصة من قصص المتوكلين في القرآن إلى إبراهيم عليه السلام روى البخارية فى سبحانه ابن عباس رضي الله عنه قال حسبنا الله نعم الوكيل قال إبراهيم حين ألقي في النار فإيه اللي حصل؟ تخيل إيه اللي حصل؟ التوكل يغير في نواميس الكون يعني المتوكل على الله سبحانه وتعالى قد يغير الله له بسبب التوكل في نواميس الكون وفي خواص المواد يعني الخواص الفيزيائية للنار أنها تحرق يعني أي حد يولع النار يحط إيده فيها تحرقه ده طبيعي لخصية فيزيائية خلقها الله بها لا تتغير ولا تتبدل إلا إذا شاء الله ومن الأمور التي تغيرت بها الخواص الفيزيائية للنار التوكل حسبنا الله ونعم الوكيل فماذا حدث؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم موسى عليه السلام فلما ترى الجمعان أصبح جيش فرعون يرى موسى ومن معه وموسى ومن معه يرون جيش فرعون اللي تنيذ أصبعت سيدنا موسى بمن معه من أهل الإيمان أمام البحر ومن الناحية الأخرى في المقابل فرعون بجيشه الجرار الكبير البحر من أمامهم وفرعون من خلفهم سيموتون قتلا إن أدركهم فرعون وإما غرقا بالماء قال أصحاب موسى إن لمدركم بس البحر قدامنا وفرعون هناك هلحقونا خلاص ما فيش حل فقال الواثق بربه كلا إن معي يا ربي سيهدين كلا إن معي يا ربي سيهدين سبحان الله وهو يدعو الله ويقول كلا إن معي سربي ربي سيهدين ويحسن في التوكل عليه كان في دماغه أو كان بيفكر إيه اللي هيحصل أو هتتحل إزاي ما تفكرش إنت ملكش دعوة دي مش بتاعتك إمتى وإزاي دي بتوع ربنا مش بتوعك إمتى هتحصل إمتى وهتحصل إزاي دي مش بتاعتك نهائي ليست ملكا لك وليست في مقدورك هي عند الله تبارك وتعالى وحده إن معي يا ربي سيهدين فماذا حدث فأوحينا إليه أن فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطوض العظيم من الخواص الفيزيائية للمياه إن هي ما ينفعش تكون على شكل سابت لأنها سائل مائع خلاص يعني ما ينفعش تعمل كوم أو ترسم رسمة من المياه لماذا؟ لأنها سائل مائع من خواصها الفيزيائية اللي هنا تثبت ماء متحرك دائما لا يمكن أن تشكل منه جسما صلبا الثقة في الله والتوكل على الله غير في الخواص الفيزيائية للماء فصار الماء جبلين عظيمين فكل فرق كالطوض العظيم فكان كل فرق كالطوض العظيم كل جنب من البحر زي جبل كبير ومر بوسى بمن معه ونجاو الله تبارك وتعالى والسر في سبب ضعيف العصى لا السر في قدرة الله تبارك وتعالى فحينما يعني يعيك أمر لا ترهق نفسك بالتفكير فقط خذ بالأسباب الإيمانية والأسباب المادية وتوكل على الله سبحانه وتعالى وثق فيه واصبر وادع الله تبارك وتعالى وظن بربك الخير ولا تفكر كيف ومتى لأن هذا عند الله تبارك وتعالى علم ذلك عند الله تبارك وتعالى وحي نلخص ما تكلمنا عنه في هذه الحلقة قلنا نتكلم عن قضية التوكل قلنا أن التوكل لغة الاعتماد على الغير شرعا سقق اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى وحده في جلب المنافع ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة مع الأخذ بالأسباب وذكرنا أن للتوكل مع الأسباب علاقة في نقطتين النقطة الأولى أنه لا بد مع التوكل على الله الذي هو عمل القلب أن تأخذ بنا وعين من الأسباب السبب المادي السبب الإيماني للأسف جلنا يأخذ بالسبب المادي ويترك السبب الإيماني وهو الأنفع جمعهم الله تبارك وتعالى في جزء من آية في سورة البقرة في قوله تعالى وتزودوا أمر أن نأخذ بالأسباب المادية فإن خير الزاد التقوى أمر بالأسباب الإيمانية ثانيا أن النفع والضر لا يقع بمجرد الأسباب يعني مش عشان خط بالأسباب الإيمانية والمادية يبقى هيحصر الأمر لهم متعلقات أخرى قد يكون من حكمة الله تبارك وتعالى أن لا يحدث ما تريد في هذا الوقت وأن لا يأتي الشفاء في هذا الوقت فالله تبارك وتعالى يختار بعلمه وحكمته ورحمته يختار أفضل الأوقات لإنزال الرحمات سبحانه وتعالى أيضا ذكرنا أن الله تبارك وتعالى حينما أمرنا بالتوكل كان دائما يتكلم عن نفسه في المواضع التي أمرنا فيها بالتوكل لماذا؟ لأنك لن تتوكل على الله إلا إذا عرفت حق المعرفة فالعايز أن تتوكل على ربنا يعمل بنصحة ابن القيم يتعرف على الله تعلم عن الله أكثر فأكثر فأكثر حينما تتعلم عن الله وعن قدرة الله سيزداد قلبك توكلا على الله وثقة فيه سبحانه وتعالى أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولكم وأن يصب علينا وعليكم الخير صبا صبا في الدنيا والآخرة وأجعلنا وإياكم من المتوكلين عليه حق التوكل وأن ينفعنا بذلك التوكل في الدنيا والآخرة أقول قولي هذا واستغفر الله لكم وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبسم والحوار بلا جدال فيه الطوى والصوت في الأمور والاعتدال دين اشتركوا في القناة وإلى لقاء آخر في حلقة اشتركوا في القناة